السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير حديثنا الليلة عن أهم الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نغتنمها خلال هذا الشهر الفضيل فرمضان قد أكرمنا الله به ومد لنا في العمر ورزقنا القوة والمدد لكي نأخذ من بركاته هذا الشهر هو شهر الخير والبركات أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ربنا عز وجل يجعل ملائكة في الأرض جوالين يقولون يا باغي الخير أقبل ويباغي الشر أقسر إنه موسم للأعمال الصالحة إنه موسم للمصابقة في الخيرات وما هي إلا أيام معدودات حتى يقال رمضان ول وأدبر وأقبل شوال وهناك يشعر الإنسان بالندم لأنه فرط في الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يقوم بها في هذا الشهر الفضيل فتعالوا بنا جميعا نذكر أنفسنا بأهم الأعمال التي ينبغي أن نحافظ عليها والتي ينبغي أن نتنافس في فعلها أول أمر وهو أن نصوم الصيام لأن ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أول شيء هو أننا نحافظ على صيامنا لكن هذا الصيام لا ينبغي أن يكون صيام عطش وصيام جوع وصيام نوم وإنما ينبغي أن يكون صياما هو مرتبط بالإيمان والاحتساب لله تستشعر بأنك تترك الطعام وتترك الشراب وتترك الشهوة من أجل الله لأن الله تعالى أمرنا بذلك وهو معنا في كل وقت وحين يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا عليك أن تستشعر بأن الله معك وتشعر بالفرح والسرور أنك قد تركت شهوتك وطعامك وشربك من أجل الله بهذا يقول رب العزة في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشربه من أجلي هذا ليس كالصيام المتقطع التي يقوم بعض الناس للحمية الغدائية وإنما هو صيام من أجل الله ترك كل شهوتي من أجلي لهذا قال صلى الله عليه وسلم بأن من صمع هذا الصيام الصحيح من أجل الله تعالى سيعطيه الله ربنا عز وجل هدية ما هي هذه الهدية أن كل الدنوب والخطايا التي سبق وقد ارتكبها في حياته ربنا يمحوها وهذه بشارة عظيمة تصور بأن كل الدنوب والخطايا والسيئات التي سبق أني شرحتها في حياتك ربنا يمحوها جميعا لهذا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه غفر له ما تقدم من دنبه ويقتضي منا أن يكون الصيامنا صحيحا بأننا نترك كل شيء حرمه الله عز وجل فالصيام هو فقط لسا صيام البطني وإنما هو صيام السمع وصيام البصر وصيام الفرج وصيام الفكر وصيام اللسان خصوصا فقد يصوم الإنسان ولكنه قد تصدر عنه تصرفات ربما تخدش من صحة صيامه كالذي مثلا يرفط الرفة ومقدمة الجمع أو يفسق يعني إذا كان مع العامة ارتكب أعمال فيها فسوق أو يجهل إذا غضب ربما قد يقول كلاما جارحا يؤذي به الآخرين المؤمن عليه أن يبتعل عن كل هذا ليكون الصيام صحيح قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد فليقول إني صائم إني صائم وهذا المؤمن هو يمتنع عن قول الزور وعن العمل به كل هذه الأعمال السيئة فالصيام الصحيح يكون لله سبحانه وتعالى ويكون خالصا ويكون بالبطن والفرج والسمع والبصري واللسان والعقل والفكر صيام شامل لكي تستشعر بحلاوته بالإضافة أيها الأحبة الكرام إلى الصيام نحن مطالبون في هذا الشهر الفضيل أن نواضب على الصلاة وعلى القيام فشهرنا هذا هو شهر الصيام وقيام لماذا؟ لأن الصلاة هي مرتبطة بالمؤمن مدار السنة يعني كل يوم كل شهر على مدار السنة الصلاة تكون يومياً أما الصيام فهو المفروض فقط شهراً في السنة إلا أن يكون تطوعاً لكن الصلاة نحن مطالبين بها في كل وقت وحين لأنها ركن أساس من أركان الإسلام بل هي عمود عمود الإسلام وهي رأس الأمر للإسلام فعلينا أننا نحافظ على الصلاة وهذا الأمر يعني وصية ونصحة يعني متجاوزة اللي أعلن نوص أكتر هو أننا في هذا الشهر أننا نكثر من النوافل هذا الشهر ارتباطاً برمضان نحافظ على الصلاة ونكثر من النوافل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فسيبنا النبي في رمضان وفي غير رمضان كان يواضب على 12 ركعة تطوعاً من غير الفريضة كان يحافظ عليها وكان يوصي بها أن المؤمن يحافظ على النوافل لأن ربنا عز وجل قال وَمَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ لمن هذا البيت العظيم الواسع المريح هو لمن واضب على على النوافل في الصلاة يقرن الصلاة يحافظ على صلاته ويزيد في النوافل وخير منه من يؤدي قيام الليل خير منه هذا هو أعظم أعظم مقام لأن هذا المقام للقيام الليل هو خاص بعباد الرحمن ربنا لما تكلم عن عباد الرحمن وصفهم بماذا قال الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَةً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمَةً وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا يحافظون على الصلاة في وقتها يزيدون النوافل 12 ركعة خلال اليوم والليلة ويحافظون على ركعة في الليل لأن هذا الليل هو مدعاة لللقاء مع الحق سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قيام الليل وسن لنا صلاة الترويح هي ليست واجبة وإنما هي من السنن المؤكدة التي تؤدى في الجماعة وهذه الصلاة فيها خير عظيم فحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من قام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم منا به الذي يقوم الليل في رمضان غفر الله له كل ذنوبه ما تقدم منها وسلاة الليل هناك السلاة التي هي بعد العشاء وهناك السلاة التي هي قبل الفجر فمن حافظ عليها ربنا سبحانه وتعالى يجعله من الذين هم صباقون للخيرات كذلك من الأعمال التي ينبغي أن نتواصل بها أيها الأحب الكرام في رمضان بالإضافة إلى الصيام وإلى الصلاة والقيام لابد أننا نحافظ على تلاوة القرآن وعلى التفكر فيه ومدارسته لأن أصلا لماذا نحن نصوم في رمضان نصوم لأن ربنا عز وجل وضع أعظم حدث في التاريخ في الوجود وهو أنه أنزل القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونحن مطالبون في هذا الشهر الكريم بأن نقرأه ونحافظ على تلاوته وعلينا أننا نقرأه بخشوع ونقرأه بتدبر حتى إنه لما نزل قول الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون كان هذه الآية لما نزلت الصحاب صاروا يتأثرون بالقرآن العظيم لما أنزل الله سورة النجم ولما وقع الإسراء والمعراج صار الناس مطالبون بأنهم إذا قرأوا القرآن أو استمعوا إليه لا يستمعون إليه إلا بتدبر وخشوع حتى إن منهم من يبكي أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فسار الصحابة من أهل الصفة كلما قرأوا القرآن العظيم إلا وجرت دموعهم على خدودهم وبشرهم النبي الكريم قال لا يلج النار من بكى من خشية الله فعلينا أيها الأحبة الكرام أننا نقرأ القرآن العظيم أو نستمع إليه إما أن نقرأه نحن بأنفسنا وإما أن نستمع إليه من مقرئين متخصصين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن فكان ابن مسعود يقول يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل فقال النبي الكريم إني أحب أن أسمعه من غيري أحب أن أسمع كلام الله وأخشع من غيري فكان ابن مسعود يقرأ القرآن العظيم والنبي الكريم يستمع إليه بخشوع وسيدنا عبد المسعود يواصل حتى إنه مرة لما وصل إلى سورة النساء وبلغ إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد سيدنا النبي بدأ يرتجف ويبكي ويقول حسبك حسبك ولما نظر إليه من مسعود وجد بأن عيناه تدرفان من الخشوع فعلينا أن نتعلم أيها الأحبة الكرام في رمضان أن نقرأ القرآن بخشوع وتدبر ونفهم معاني الآيات وأسباب نزولها ونتدبر في آيات العقيدة وفي آيات الشريعة وفي آيات الأخبار عن الماضي وعن المستقبل وأيضا نتدبر في الآيات المتعلقة بمشاهد القيامة والبعث والنشور ونقف عند الأوامر الإلهية الخطاب الإلهي لعباده ونستشعر بأن القرآن يخاطبني أنا شخصيا القرآن يخاطبك أنت شخصيا هكذا سوف نشعر بعظمة القرآن وعلينا قبل أن يمضي شهر رمضان نقول قد ختمنا القرآن على الأقل مرة واحدة على الأقل هناك من يختمه مرتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس فعلى الأقل نختم القرآن ولو مرة واحدة أيضا أيها الأحب الكرام من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحافظ عليها في هذا الشهر الفضيل وهي أننا نتعامل مع التكافل الاجتماعي وإخراج الصدقات والإحسان إلى الغير لأن الأعمال الصالحة هي كثيرة في رمضان فهي بالإضافة إلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن نحن مطالبون بأن يكون عندنا برنامج للتكافل الاجتماعي وللتضامن بين الناس والضعفاء والمحتاجين وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الصدقة في رمضان هناك بعض أهل الخير يدخرون صدقاتهم إلى أن يأتي رمضان ويخرجونها لأنها في الأيام العادية الحسنة بعشر أمثالها لكنها في رمضان الحسنة بسبعين فيما سواه في رمضان سبعين مرة سبعين مرة ربنا يضعف الحسنة والنبي الكريم كان هو القدوة كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة وهذا يقتضي منا أننا نخرج صدقاتنا ونخرج ما أعطانا مولانا عز وجل نقصد به الضعفاء والمساكين من أمة لا إله إلا الله خصوصا إفطار الصائمين هناك بعض الناس ربما عندهم مستوى عالي من الفقر لا يجد حتى لقمة العيش ننتبه إليهم نبحث عنهم نوسع عليهم وإذا صاموا وأفطروا من مالك فأنت هو المحضود وكأنك صمت ذلك اليوم قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجري غير أنه لا ينقص من أجري الصائم شيء ونحن مطالبين بأن نسارع أيها الأحبة الكرام في هذا الشهر بإخراج الصدقات والتوسع على الفقراء وعلى المساكين ويبدأ ذلك بكثير أولا نطعم الطعام نطعم الطعام لكل من يحتاج إليه وذلك بأن نخرج قفة رمضان هناك أناس يتنفسون في إخراج قفة رمضان أو إقامة موائد الرحمن الإطعام هو أهم ما ينفق عليه في يد الأيام لقول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور فالطعام على حبه مسكينا ويتيما المسكين واليتيم والأسير قيل الأسير هو غير المسلم الأسير غير المسلم حتى ولو لم يكن مسلما أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو حتى مشركا أن نطعم الخلق لأن الخلق كلهم خلق الله سبحانه وتعالى وهذا الإطعام فيه أجر وتواب كبير قال صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من التمار الجنة ومن سقى مؤمنا على ضمأ سقاه الله تعالى من رحيق المختوم فأجر وتواب عظيم لمن يطعم الطعام في هذا الشهر الفضيل شهر الرحمة وشهر المغفرة وكذلك من الأمور التي ينبغي أن نقوم بها في هذا الشهر الفضيل من الأعمال الصالحة وهو أن الإنسان أنه أربما إذا أكرمه الله تعالى ذهب إلى العمرة هناك بعض الصالحين ممن وسع الله عليهم ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بالقدرة للذهاب إلى البقاع المقدسة لأداء العمرة وسيدنا النبي قال بأن عمرة في رمضان تعدل حجة معي فهنيئا للمؤمنين هنيئا للمؤمنات الذين وفقهم المولى عز وجل بالذهاب إلى البقاع المقدسة لأداء العمرة ففي ذلك يجتمع شرف الزمان وهو رمضان وشرف المكان وهو مكة المكرمة وهذا يؤدي إلى أجر وتواب عظيم وعظيم جدا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغاز في سبيل الله والحاج والمعتمر وفضوا الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم فهنيئا لمن وفقه الله تعالى لأداء العمرة في رمضان كذلك أيها الأحبة الكرام من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحافظ عليها في هذا الشهر الفضيل وهو أن الإنسان أنه يحيي سنة الاعتكاف سنة الاعتكاف هي من السنن النبوية الشريفة ينبغي للمؤمن أن يأخذ بعض أوقات من وقته خصوصا في العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها حتى توفاه الله تعالى لأن في الاعتكاف هناك فيها تجمع كثير من الطاعات هناك التلاوة والصلاة والذكر والدعاء والخلوة والخلوة مع الله الاعتكاف هي عظيم الاعتكاف يكون في العشر الأواخر من رمضان وهناك من أراد أن يعتكف من الآن يعتكف لكي يبتعد عن الخلق ويقضي وقته في تلاوة القرآن والأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل لكن هناك من هو خير من الاعتكاف وهو أن الإنسان يخرج إلى الدنيا ويلتقي بالناس لنشر الدعوة والإصلاح بينهم وللصلة الأرحام فرمضان ينبغي أن يكون بامتياز هو مناسبة لصلة الأرحام أن نلتقي مع العائلة ومع الأحباب خصوصا إذا كان هناك شناءان أو اختلافات نقول عفو الله عما سلف تعالوا نبدأ صفحة جديدة والنبي الكريم كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه فليصل رحمه والصلة الرحم تزداد في رمضان فيها أجر وتواب بل إن الله تعالى يزيد في الرزق ويزيد في البركة كلما كان هناك تجمعات عائلية على موائد الإفطار قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فالرحم هو شيء عظيم في هذه المناسبة من رمضان أننا نلتقي مع العائلة ومع الأحباب ومع الأصهار ويكون تجمعات العائلية فيها أجر وتواب كبير ثم لننسى أيها الأحبة الكرام أهم ما ينبغي أن نحافظ عليه في رمضان وهو ماذا؟ هو الدكر والدعاء لابد أن نملأ كل أوقاتنا في هذا الشهر الفضيل بالدكر والدعاء يعني لابد أننا نعطي للدين أكبر حجم وأكبر قصة من العناية في هذا الشهر كل وقتنا وقتنا ينبغي أن الدكر والدعاء ليس له وقت محدد وليس له طقوس ليس له وضوء ولا قبلة ولا تجمع ولا دخل الوقت الدعاء والدكر يكون في كل وقت وحين هو من أعظم العبادات وربنا يقول تعبدني وأقم الصلاة لذكري تعبدني وأقم الصلاة لذكري والذكر هو ينبغي أن يكون كثيرا 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 نكثر منه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجل عظيمة أذكر الله ذكرا كثيرا كثيرا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رتب بأن الدرجات تتفاوت بين المؤمنين الدرجات تتفاوت بين المؤمنين وخير الدرجات وأعظم الدرجات هو الذي يجعل وقته كله بالذكر لذا كان صلى الله عليه وسلم يوصي أمته فيقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذذب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بالا يا رسول الله ما هو هذا العمل هذا العمل له كبير وعظيم له خير من الجهاد وهو أزكى عند الملك سبحانه وتعالى ما هو ده قالوا بل يا رسول الله قال ذكر الله ذكر الله فعلينا أن نملأ وقتنا كله بالذكر والدعاء الدكر والدعاء طولة رمضان عند الصلاة في كل وقت وحين لأن الذكر هو سبب لنيل رضا الرحمن ومحبته والقرب منه والذكر هو سبب لطرد الشياطين وإزالة الهم والغم ومحوي السيئات وهو حسن حصين لعباد الله المؤمنين وهو أسهل العبادات وأقلها مشقة وأكترها نفعة لذا ربنا قال أذكر الله ذكرا كثيرا فنسأل الله تعالى العلي القدير في هذا الشهر الفضيل أن يعيننا على العبادة ويعيننا على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن وعلى الصدقة والبدل والإحسان وعلى صلة الأرحام ويوفق المؤمنين لأداء العمرة وللاعتكاف ولأعمال البر التي هي كثيرة ومتعددة وارزقنا يا مولانا الإخلاص في القول والعمل أيها الأحب الكرام لن أطيل عليكم سنفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05 221-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله